وتعالوا نشوف اول سؤال وصلنا على صفحتنا من اسئلتكم المباركة السؤال الاولان بيقولي السلام عليكم لو سمحت فضيلة الدكتور عامر انا كنت صايمة يوم الخميس وجيت قبل المغرب بساعة ونسيت واكلت بس ما بلعتش الاكل وماما قالت لي انت صايمة فانا طلعت الاكل هل كده ابقى فطرت يا ترى يجوز لي صيام ولا لا صيامك صحيح وسواء كان في الصيام الفرض او في الصيام النفل اللي بيأكل ناسيا او ساهيا لان الحديث جاء مطلقا ما قيدش دوت بصيام رمضان فلذلك من صامة واكل او شرب كما قال صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله واسقاه اما واني حضرتك كمان لما جتي تأكل كمان ذكروك فاخرجت الطعام فانت كده قولا واحدا انت لم تفطري لانك ما بلعتش الطعام وليس بمجرد دخول الطعام في الفم يعني ان الانسان افطر ولكن هو لازم يتجاوز يتجاوز الحق ما مخرج الحق عشان يبقى دخل في الجوف قبل كده هو لسه ما مدخلش الى الجوف وعشان كده لما اخرجت الطعام وما بلعتوش بقى انت ما زلت صائمة والصيامك صحيح وليس عليك لو كان ده صيام قضاء ليس عليك ان انت تصوم يوم مكانه ولا كمان عليك ان انت تصوم اذا كان ده يوم من ايام اه الخميس زي ما حضرتك وضحتي فمعلكش ان انت تعيد الصيام وصيامك ان شاء الله صحيح اشتركوا في القناة